وبالحديث عن النماذج الناجحة في ميدان الاستثمار الفلاحية سوقفنا مجمع بوصوفة الذي يعكس الرغبة في ترقية الاستثمار والتنمية المستدامة حيث ينتج حوالي 350 طنا في اليوم من اغضية الانعام فضلا عن تفقيس 80 الف صوص اصبعيا وفق المعايير الدولية روبرتاج لنور الدين بن عمسان كان عند وعده عشر سنوات كانت كافية لتحقيق المراد من وحدة الى مجمع مع مضاعفة الانتاج لمين يتذكر جيدا وصايا الرئيس لدى زيارته لمؤسسته سنة 2004 أنا وعدت في الخامس الرئيس عبدالزيز بوتفليخة في زيارته لنا في سنة 2004 بالنساء سنعطي المستقبلات المستقبلة مجمع بوسوف نموذج ناجح الرغبة في ترقية الاستثمار وفقا لمعايير الجودة كما في اللوس كنا نجيبوه من من ايطاليا ومن اسبانيا كنا نجيبوه من مطار والعلف كنا نجيبوه كان ننذر شوية وكان ماش بالجودة التي نستعملها في المصنح هذا وفر الاستثمار في مجال إنتاج الغداء الفلاح وتربية الدواجن والأنعام ما يقارب ثلاثة مائة منصب شهر هذه المؤسسة من بين المؤسسات الوطنية الخاصة التي خلقت الكثير من مناصب الشغل اللي حصلت على مناصب الشغل اللي كنت كم يقولوا أنا يحب نعمل به في الأفوق نجاز مشروع لتوفير الحليب بما يستجيب ومقاييس العمل في العالم ترجمة نانسي قنقر